غموط بمعنى الكلمة والموقف ده أستاذ إبراهيم تعالى نرجع له كده سناً أنا هرجع سنتين يعني هدي خلفية لللي احنا وصلنا له دلوقتي واللي وصلنا له دلوقتي بين يدي المهندس عدلي وحتسمعوا منه كلام مهم جداً في سياق هذا البيان المهم لكن خلينا نرجع السنتين هو حبي يرجع سنة أنا استأذنكم في سنتين لورا كمان النادي الآلي لما طالوا من تجاوزات من رئيس نادي الزمالك اتكلم بمنتهى المسئولية وبمنتهى تقدير للواجب والظرف والأحوال وأرسل خطابات لكل الجهات المسئولة 8 خطابات دي غير خطابات يناير بس من بين الخطابات اللي أرسلت مؤخراً فيه 3-4 خطابات للسلطة الرياضية اللي النادي الآلي طرف فيها النادي الآلي للرياضة البدنية عضو جمعية عمومية في الاتحاد المصري لكرة القدم صح؟ إذن هو تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الآلي عضو الرياضة المصرية إذا ما كانش حد واخد باله القانون 71 لسنة 2017 خلى الإطار العام اللي مسؤول عنه كنادي اللجنة الأولمبية المصرية النادي الآلي يتبع لأحياً وغيره وغيره وزارة الشباب والرياضة طيب النادي الآلي سلك الطرق القانونية والقانوات الشرعية ولا لا مسوا ما مسوا حدث في حق قياداته ورموزه وجمهيره وأعضاءه ما حدث لا رد ولا تجاوز ولا تدنى راح لهذه الجهات بخطابات واضحة وصريحة يسأل عن الحق لحفظ هذه الحقوق إيه السبل لحفظ هذه الحقوق الطبيعة يا باشموندس أنا لما اشتكي ويمر علي كل هذا الوقت حتى إعلامياً في خطاب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للأستاذ مكرم محمد أحمد وخطاب للجنة ضبط الأداء الإعلامي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإزاع الكبير والإعلام الكبير للأستاذ فاهم عمر إذن خطابين لجهات إعلامية عليا وسلاس خطابات لجهات رياضية عليا الوزارة واللجنة والاتحاد طيب هل حدث أي رد هو ده اللي قادل آلي إنه يسأل النهاردة اللي قادل مشهد لو أن تم التعامل مع المشكلة وحصل وحصل وصلنا إلى نتائج ما كناش وصلنا لديه لكن كان كل الخطة الفطرة اللي فاتت إنه يعمل نوع من الجلبة والضوضاء يبين إن فيه توتر وبعدين ينهيها بشكوى زي ما عمل عشان يبين إن فيه موقف متوتر يقدر يستند إليه ويوصل إلى ما وصلنا إليه طيب النادي الآلي أرسل هذه الخطابات الرسمية والمعلنة انتظر انتظر كتير أعتقد حضراتكم وكلكم تابعت وكل الناس تابعت إنه ما فيش رد ما فيش حتى تلقينا خطابكم ولا جهة رد أنت بتتكلم في الثلاث جهات الرياضية الوزارة واللجنة والاتحاد حتى لجنة الانضباط في الاتحاد المصر لكرة القدم اللي رئيسها المستشار الجليل قال إنه كل ما يرد إلينا هنحقق فيه ومفيش حد خارج أو فوق طائلة القانون طيب النادي الآلي يا جماعة لم يتلقى أي رد مفيش جهة من الجهات الرياضية التلاتة قالوا تلقينا وبنبحث أحلنا وبنحقق تعالوا نسمع أقوالكم وأيقالنا أو حتى تأكدنا أن أنت غلط والنادي الآلي ده شوية أو أي نادي أي حد بيشتكي هي ما يلهاش دعب شوية وكتير أي حد بيشتكي ويرى إنه ليه حق قلوا مليكش حق عبرني رد قل إن أنا حفظت الشقة ده إحنا وصلنا إن إحنا سألنا سؤال سؤال ساذ برايق ده إحنا وصلنا إن إحنا سألنا سؤال على رقيق مجلسوم أروح لمين صحيح أه طب قلونا نروح لمين إذا كنت أنتوا فيه يعني حرج قلنا نستشعر الحرج الجاءوا الكذا بالضبط ما فيه رد على الإطلاق هس هس ده ينفع هل دي آلية تعامل مع الجهات الرياضية التلاتة هل فيه حد يكلف نفسه إنه حق أو حتى قلب الحق أو رد بفاقس صغير تلقينا خطابكم وأحلناه للجنة الانضباط بالاتحاد المصري تلقينا خطابكم في الوزارة واتبعت للشؤون القانونية في الوزارة تلقينا الخطاب في اللجنة الأولمبية وبعتناه لمركز التسويق أو لأي جهة قانونية في اللجنة أو حتى حفظناه وقلولنا أنه يعني أنت استلمت ده وأن أنت اهتمت بده لأن أنت حريص بالفعل على ضبط الأداء في الصحة الرياضية الجماهير تتابع الناس تستنى الإعلام يكتب ولا مجيب على الإطلاق ثم كان تطور في المباراة الأخيرة اللي حضراتكم هتتابعوا حيثيات هي لكن هذا البيان خطوة على طريق هذا الإهمال الواضح جداً لحقوق النادي حتى الأدبية مش القانونية بس حتى الأدبية كمان أن أنت ما بتردش ما بتعبرش ما بتقدرش للوزارة ولا للجنة ولا للاتحاد كان يروح فين بص خلينا نتكلم في المشكلة لأن ده موضوع يعني فيه غموض ما فيش ردود هتكلم مين يعني هتتكلم تاني هنكرر نفسنا بنقولكم الفضل يعني كلنا ده نقوله لو سمحتوا رد ردوا على حقيقة حد منكم يرد بلو بلاش كلكم شكراً لكم